الحركات اللا إرادية التعابيره هي التي تعطي انطباعا داخل الإنسان فهذه التعابير تتحكم بها حركات كبيرة ومتعددة بعضلات الوجه يوجد أكثر من خمسين عضلة في الوجه هذه الحركات التي تنتج عن عضلات الوجه هي التي تعطيك عن التعابير بتكشر، تضحك، تبتسم، ترمش، تغمض، تفتح، تتنفس كمان نفس له حركة فهذه الحركات كلها تعطيك انطباع عن الإنسان وماذا يريد وتستطيع العلم الحديث أيضا يستطيع أن يقرأ ما في ذهنك من تعابير وجهك فهو مرآة للدماظ وللتفكير قراءة الإنسان تستطيع أن تقرأه من حركات عينيه وشفتيه ووجنتيه وجبينه وأذنيه فهذه الحركات تستطيع أن تعكس داخل الإنسان فسبحان الله هي الشيء الجميل في الإنسان حلو كثير جميل طيب دكتور يعني كل هذه الحركات اللي هي المفروض أن يكون مسيطر عليها بالإنسان الباب هناك بيكون في مشاكل بأنه الشخص لا يمكن أنه يسيطر على حركات معينة خلينا نحكي بوجه بما أنه حضرتك بلشت في الوجه وحركات معينة لا يستطيع الشخص أنه يسيطر عليها ما سبب هذه الحركات؟ طبعا في عنا بالإنسان العضلة تتحرك بأمر من العصب والعصب يؤتمر بواسطة الدماغ هناك حركات إرادية وحركات لا إرادية رمش الآين حركة لا إرادية لكنه له وظيفة طبيعية نحن نتحدث اليوم عن الحركات اللا إرادية الغير طبيعية أنت تبتسم وتحرك عضلات لا إرادية لكي تعبر عن نفسك ولكن هناك حركات لا إرادية تنتج عن مرض مثلا ممكن أن تكون فاتح باب السيارة أو شباك السيارة عفوا أن تكون باكس بارد يلتفح وجهك بصير الرمش يركض لحاله بيجي المريض يركض بقولك الرمشي بتحرك لحاله لفحت هوا بسيطة ممكن تأدي إلى انقباض العضلات فهذه حركة لا إرادية بجزء جربتها صارت معك وبتصير مع معظم الناس هذه حركة لا إرادية بالجفن في حركات لا إرادية بالوجه والفم تنتج عن أمراض بالدماغ تعطي زي ما حكينا الدماغ هو الذي يسيطر الأعصاب والعصب هو الذي يعطي الكهربائية للعضلة التي تتحرك إذا صار اضطراب في العصب أو في الدماغ تؤدي إلى حركات لا إرادية هناك أمراض مثل تشنجات الوجه في مرض وراثي يعطيك حركات لا إرادية تلاقي مرات مريض يعمل هاي هو يتكلم معك هذا مرض وراثي أو جيني اسمه مرض توريت سمعت عنه بجوء نعم هذا مرض توريت تلاقي المريض هو قاعد قدامك بصير يعمل هاي أو بحرك تمه أو بحرك لسانه أو تمه أو عيونه وبصير يغمض ورمش نعم برضو هاي حركات مرضية نعم في حركات مرضية بتؤدي إلى تشنجات اسم مرض ديستونيا نعم وهو أسوأ شيء ممكن يصيب الإنسان نعم بصيبها العضلات الوجه بصيب عضلات اللسان بصيب عضلات الحنجرة نعم حبينا نشوف أراء الناس يعني شو بيعتقدوا بسبب هذه الحركات اللا إرادية ومدى معرفتهم في هذه الأمراض نعم حلو خلينا بالضبط خلينا نشوف تقرير وأراء الناس عن هذا الموضوع هل تعتبر حركات الوجه اللا إرادية تعتبر نفسية أم إنها أعصاب؟ نعم نفسية ليه نفسية؟ أنا حسب ما بيكون الشخص بحس أكيد بيعبر عنه بعبر بوجهه ما أتوقع أنه أعصاب ممكن يعني حالات خاصة تكون أعصاب بس الإجمال أنه ممكن تكون نفسية لأن الإنسان من جوه بيحكس عليه من بره بتبين كل ما لمحو عليه من يكون واحد من توتر أنه أكيد يعني أعصابه بتكون تعبانة فبتصير أنه ممكن ترفق أعصابه أعصاب؟ نفسية طبعا ليه نفسية؟ لأنه يعني كيف ده أحكي لك إشي بيصير معك يعني معك أنت فبتعبر لازم تعبر كنفسي مش عاصبي وحسب الشخص يعني فيه ناس ممكن تكون لا إرادة وفيه ناس هيك بس يعني بتبين هي أصلا إذا أنه عمدا أو أنه عملها إني هيك طبيعته وهيك ممكن فيه ناس عندهم يعني ممكن مرض أو ممكن هم متعودين خلص هيك يعني بهذا الموقف يعملوا هاي الحركة أو إذا حدا حكم قدامهم هاي الجملة لا إرادة يعني هم يحركوا تمهم أو عيونهم كي ده العلاقة بالجهاز العاصبي بيعطيني ري أكشن للوجه وحسب شو بيكون الموقف اللي أنا فيه فبيكون عندي إرادة الفعالة اللي خاصة فيه أعتقد أنه الحك هذا مرتبط يعني بالنفسية وبالعصاب يعني أنه بواحد يعني حالته الطبيعية سواء كان معصب أو الزعلان أو هذا إلا ما يبين عن وجهه وبرضه عصابة بتكون متأثرة برضه مع هوا الموقف أحيانا بتكون نفسية وإذا كان حد معه مرض أعصابة كيف تروح تكون عصابة ممكن بيكون فيه موقف مؤثر عليه أقبل هيك أو الموقف قدام وردت فعله هيك خلاته يعمل أحيانا هيك وأحيانا هيك يعني مش دايما بس الأغلب فيه ناس بيعملوا حركات يعني بس هيك بتكون زي نفسية وبتصير عندهم يعني زي حركة خلاص معتادة بطلوا يسيطروا عليها أحيانا وفيه أعصاب يعني ما بتقدر تحكمي يعني إلا لما بدك تدقيقي بدك تسألي يعني هل بتعتبر حركات الوجهة اللا إرادية تعتبر نفسية مع أعصاب هي بتكون نفسية أو إنه بحكي معك بس بكون خائف هي بتصفي على الخوف يعني شفنا دكتور أنه معظم الناس الوضع شائك بالنسبة لهم يعني بالناحية النفسية أو بالناحية العصبية وحضرتك كمختص يعني عصاب برجح يعني أنه أنت الأسباب العصبية هي تخصصك وهي دائما اللي بنتج عنها هذا كمرض نعم هو الحقيقي عجبني يعني تعليقات الناس برضو يعني معلوماتهم جيدة نعم إنه لما أقول لك فيها أسباب نفسية وفيها أسباب عصبية نعم يعني أنهم دخلوا إلى الطريق الصحيح إنه هذا ممكن يكون عند المريض أو عند الإنسان اللي عنده حركات لا إرادية هو مرض عصبي وحقيقة نعم هو عنده مرض عصبي نعم هاي الأمراض العصبية زي ما حكينا هي أنواع منها زي ما حكينا مرض التوريات أو تشنجات عضلية أو ما بعد عمليات جراحية ممكن الإنسان أنه يعمل عملية جراحية بالدماء تؤدي إلى حركات لا إرادية بالوجه لأنه تحفيز العصب أو ضعف السيطرة على العصب يؤدي إلى حركات لا إرادية نعم فهذه الحركات اللا إرادية بمجملها إذا كانت واضحة فهي هي نتيجة لمرض في داخل الدماغ نعم هيك المفهوم العام طبعا في بعض الأشياء النفسية كمان أيضا وتتداخل زي توريته ونفسي وعصبي طب الأسباب الوراثية دكتور في هذه الأمراض هل هل الأمراض تورث؟ ولبما إنها هي في ديس أوردرز أو خلال عصبي هي لا تورث؟ في نوعين نعم في نوعين منقول عنه هو وراثي يتورثه الإنسان من أمه أو أبوه أو جده أو الجد السابع حتى نعم يعني مثلا في عندنا الرجفة في الثم أو هزة الرأس هاي بتلاقيها هاي ممكن واحد يتورثها من أبو جده مش ضروري أمي وأبوه لما إحنا بنحكي للمريض هذا المرض مثلا اللي عندك هذا الرجفة الرجفة وراثي بقول لك أمي وأبوي ما عندهم بقول له ممكن يكون تعرف أبو جده بقول لك لا ما بعرفه ممكن يكون منه من أبو جده فهي فيها جزء وراثي وفيه الجزء الجيني اللي هي الطفرة الجينية نعم فيه الطفل في أو الجنين في بطن أمه في البداية تخليقه بكون فيه الجينات تختلط من جينات الأم والأب عند الإختلاط بصير فيها تغير بالتركيب التغير بالتركيب يؤدي إلى تغير جيني هاي ليست وراثية ولكن هذا الإنسان اللي أصيب فيها ممكن أنه يورثها لابنه نعم هذه مثلا زي حركة الرأس أو تشنجات العضلات الوجهة أنا خايف دكتور معك أعمل رياكشنز لأنه وحكي لك آه دكتور نعم ونحن نحكي نحكي على حركات الرأس لا يشعرنا دوائل لك ولا يماك ما يخليك دكتور نعم نحكي عن الأطفال في سن مبكرة واكتشاف هاي الأمراض والإختلالات العصبية عند الأطفال متى يمكن اكتشافها ومتى يجب التعامل يجب التعامل معها يعني تلبيا بالأطفال الحركات اللا إرادية بالأطفال أغلبها تكون من السبب الجيني أو الوراثي نعم وليس المرضي وهذه الحركات قد تنتج عن اضطراب عصبي في العقد القاعدية بالدماغ فيؤدي إلى حركات لا إرادية منها الولد مثلا بصير يحرك تمه وإيده بطريقة معينة من سميها مرض الكورية نعم نتيجة اضطراب في العقد الدماغية وقد تنتج أيضا عن التهابات البكتيريا لللواز ومرض الروماتيزم عند الأطفال نعم أنا شوفت أنه عند الذكور يعني بما قرأته أنه عند الذكور أكثر من الإناث النسبة هل هذا صحيح؟ النسبة النسبة مش كثير فيها فرق ولكنها متقاربة نعم طب أي عمر دكتور يعني هاي العراض بتظهر وبأي عمر يعني المفروض أنه أحد الوالدين يتنبه لهذا موضوع هو مجرد ما أنه يشوف في حركة لا إرادية طبعا صار عندنا تثقيف الطبي في بلادنا جيد نعم وسهولة الوصول إلى الطبيب شغلة سهلة جدا جدا نعم لذلك معظم الناس صار عندهم صحيحة بيديروبالهم مع أولادهم وصار في عنا ثقافة طبية جيدة بحيث أنه إذا شاهد أنه حركة لا إرادية بابنه مع فورا بيجيبوه للطبيب ما في توصية والله إم تجيبه ما تجيبوش بس ما في بالطفولة المبكرة ما في شيء بيحكي أنه عدم اكتمال الجهاز العصبي بيكون مثلا مرات للأطفال بيكون في رج في الحنك أي رج أي شيء غير طبيعي غير بخالف أخوته هو غير طبيعي ولذلك لما الأهل يشوفوا ابنهم عنده حركة لا إرادية فهي حركة يجب أن تستدعي الاستشارة الطبية نعم طيب دكتور ننتقل لسؤال شارك اللي هو السؤال اللي طرحناه من أول الحلقة هل تعتقد أنه أسباب الحركات اللا إرادية هي أسباب نفسية أم أسباب عصبية بالنسبة للشارك ومعنى في هذا التطبيق بالنسبة للأسباب النفسية أو أسباب العصبية رح يكون فيه معنى حاليا نسب نعم 41% من الذين شاركوا 41% كان نفسي والباقي 59% كان عصاب فالنسبة شوي متقاربة دكتور 59% من الأشخاص بيحكوا أنه الموضوع عصبي شو رأيك في النسبة؟ لا هو شريك العصبي يؤدي إلى نفسي نعم ولذلك معظم الحركات اللا إرادية هي عصبية ولكن بصاحبها أسباب نفسية نعم يعني مش ممكن أنها تتولد من التوتر الجزء النفسي من الحركات اللا إرادية هو جزء قليل من المرض ولكن الغالبية هو عصبي وعصبي نفسي يعني مثلا زي ما حكينا مرض الاكتئاب أو مرض توريت هو عصبي ونفسي بنفس الوقت نعم بالنسبة للأسباب النفسية هي تولد عن طريق التوتر أو عن طريق أنه بيكون ممكن بيخترع حركة معينة الشخص مشان ينفس عن توتره وتلازمه هاي الحركة وبتصير عادة جملة صحيحة 100% هو لا إرادية بيصير يعمل هاي الحركات بحيث أنه هو ما بنتبه لها بعمل حركات بتمه بعيونه بوجهه تعكس الحالة النفسية الداخلية له نعم طب دكتور ننتقل للعلاج بجوزة أساس أننا الوقت دائما بيكون بسرقنا وما منكفي الموضوع ولكن منحاول أنه نوصل لرسالة معينة بالنسبة للعلاج إذا كان نفسي أو إذا كان عصبي هل هي العلاج الطبي دائما وأخذ المجرى الطبي ولا إلا فيه علاج نفسي آخر أولا معظم الأمراض العصبية بصاحبها جزء نفسي نعم ولذلك إحنا بنحرس على المريض أنه إحنا نتابعه بطريقة باستشارة طبيب الأمراض النفسية يشاركنا العلاج هذا باستمرار أو بمعظم الحالات وليس كلها في الجانب الحركات اللا إرادية اللي بتنتج عن تشنجات محدودة بالوجه منعالجها بالعلاج بعنا بالعيادة اللي هي بمرخي العضلات أو ببعض العقاقير النفسية أو العصبية عفواً وبعض الإبر مثل مثلاً إبرة البوتوكس في عنا تشنجات بالوجه بعضلات محدودة بنحقنها بالبوتوكس بروح التشنج اللي بنسميها هيميفيشال اسبازم تشنج نصف الوجه أو الوجه كامل في حركات بنحقنها وبتعطي نتيجة رائعة عند المرضى هاي أحد الطرق العلاجية في طرق أخرى العصب اللي بحرك الوجه هو العصب السابع لما بصير عند الإنسان لفحة هوى في العصب بصير عنده شلل بوجهه ثم بروعة جنب ولما بزيد حركة العصب بصير شد بزيادة عكس الاختلال العصبي هذا الاختلال نتيجة فيه شريان بالدماغ بضغط على العصب كل ما بنبض ثم بتحرك هيك فمنزيح الشريان عن العصب بنفصله بروح الحركة اللا إرادية فهاي طريقة أخرى في طرق أخرى منهاجب العقد الرئيسية في داخل الدماغ إما منكويها بالدماغ أو منزرع محفز كهربائي للدماغ لما تكون الحالة متقدمة فمنزرع محفز كهربائي بحيث أنه منسيطر على هذه الحركات اللا إرادية نعم دكتور حضرتك ذكرت أنه في حركات لا إرادية تختص في الحبال الصوتية هل الكلام أو ممكن أنه شخص فيه كلام معين خصوصا عند المراهقين أو كلمات معينة ممكن أنه يحكيها لا إرادية وتلازمه وأيضا تصير عادي وتتحول إلى مرض مرض توريت اللي أنت قريت عنه ممكن الواحد وهو بتكلم يشتمك أوكي شتم ليش؟ لأنه جزء من المرض عصبي ونفسي تمام غصبا عنه ما بيعرف هو أنه بشتمك هو ما بيعرف وما في سبب تقول إيه هذا لذلك مجنون هو مش مجنون هو مريض هو مسكين مريض ممكن يشتم ممكن يسبب ممكن يحكي كلمات غير مناسبة هاي بتيجي بأوامر من الدماء لا إراديا نعم فهذا هو المرض تمام وعلاجه طبي وعلاجه طبي وعلاجه أصبح في الأوقات الحالية هو طبعا تحت البحث الطبي ولكن احنا هنا بالأردن أجرينا عدة عمليات ناجحة لهذه الأمراض والحمد لله نتائج طيبة عندنا وفي العالم الحمد لله رب العمين طب دكتور انتقال هاي الحركات اللا إرادي من عضو إلى آخر مثلا واحد عنده هاي الرمشة الرمشة في العين ممكن أنها تنتقل يعني تنعدي العين الثانية لا مش عدوة وإنما تقدم بالمرض يعني مثلا عندنا يمين ويسار هنا المرض تقدم أكثر باليمين بعد فترة بتلاحقه زي مرض الباركنسون الرعاش تبدأ بيد واحدة بعدين بنتهي باليد الثانية مش معناته نعادة وإنما هون مصاب وهون مصاب تمام مية بالمية طب رسالة دكتور بتوجهها بالآخر لكل الأشخاص اللي بعانوا من هاي الحركات اللا إرادية إيش إنهم يعملوا في ناس ممكن تأدي لمشاكل اجتماعية الخجل وضعف الثقة بالنفس والعزلة يعني في يعني أمور عين بدي أحكي لك فيه إحنا عنا مجتمعنا مريضنا لما بيجي عنا أهله بيشكوا إنه مش عم بيطلع مش عم بيزور مش عم بيروح لأنه مستحمل حركات اللا إرادية دعم أنا بدي أحكي لك إنه وزير خارجية بريطانيا السابق كان يتأتي ويطلع يلقي خطابات ما بيخجل بينما إحنا مشكلت مريضنا إنه إذا صار عنده رجي بنزوي وبيخجل من نفسه هو ما اختار مرضه هو ربنا أعطاه مرضه والشطارة فيه إنه هو ينتقل إلى المجتمع ويقاوم مرضه هنا الإنسان أنا بنصحه إنه الإنسان ما يستحي من مرضه إلا إنه ما اختاره وإنما هو أصيب فيه ويجب أنه يكون جزء من المجتمع ويناضل من أجل إثبات وجوده نعم دكتور محمد شكرا جزيلا بالفعل يعني أتحفتنا في المعلومات وبالفعل موضوع كتير 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 ممتع وجميل وإن شاء الله رب العالمين منتابعه يعني والأشخاص اللي عندهم هاي الحركات اللا إرادية بيعرفوا شوي أكثر عن مرضهم وبواجهوا أكثر وباتجهوا للحل الطبي كان أو حتى الحل النفسي فشكرا جزيلا لإلك ألين فيك نتشرف الله يخليك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة